شاهدين ننوهه إذن إلى هذا الخبر العاجل فقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية وبمشاركة القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر مؤكدا سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستراتي وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاكتثاث هذه الآفة من جذورها من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكيدا حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبة ومشددا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمية بأسره كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم وما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم التطبق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم توافق على استمرار التشاور وتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر